بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم في النشرة الفنية يعكف الفنان مصطفى شعبان في الفترة الحالية على تحضيرات مسلسل الرمضان الجديد والذي يحمل اسم هوا وهيا وهم المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة لخدمات الإعلام بالتعاون مع المنتج كامل أبو علي مساطر خاصة أكدت أن المنتج كامل أبو علي رشح أكثر من اسم فنانة لتشارك مصطفى شعبان بطولة المسلسل لكن مصطفى شعبان رفضهم جميعا دون إبداء أية أسباب وعلى رأسهم الفنانة روبي والذي رفضها مصطفى شعبان بشدة واستبعتها عن المسلسل ورفض أيضا الفنانة داليا البحيري والفنانة علا غانم المسلسل من تأليف خالد وشرين دياب وإخراج خالد دياب تحدثت ريهام سعيد عن تعرضها للسحر الأسود بوقف حالها والمرض والطلاق من قبل زميلة لها وكشفت ريهام أنها بسبب هذا السحر لا تستطيع الأذكار والتسبيح وقالت ريهام قضيتي أني مؤمنة أن كل شوية بيتعمل لي سحر بوقف الحال والشغل والمرض والطلاق والناس بتاعت ربنا اللي مش بيبقى ليها في الدجل والشعوزة بيقولولي أن أنا معمول لي سحر وكل ما يتفك الجهة دي بتجدده وللأسف هي مش جهة واحدة اللي بتعمل كده ناس كتير قوي وأسبابهم مختلفة وأضافت ريهام وقالت أن هناك علاقة وسيقة بين الآثار والسحر وأن معظم من يعملون في الأسحار بيعملون في التنقيب عن الآثار والدليل على ذلك أنها لاحظت تغيير حياتها رأسا على عقب بعد ما ذهبت لمنزل خمس فتيات في أحدى حلقات برنامجها وقالوا أن منزلهم تحت أثار ولذا حدث لهم مس وتابعت ريهام كل اللي بيحصل بإذن الله ومن عند ربنا فأنا مقتنع أن كل اللي بييجي من عند ربنا خير لكن أنا تعبت من موضوع السحر لأن بيحصل أمور غير طبيعية ولن تتوافق مع قدراتي مشيرة إلى أن الدعية مصطفى حسني قال لها أن صورة البقرة قوية جدا وقالت ريهام كل ما جي أمسك سبحة لأعمل أسجار الصباح والمساء بيحصل لي حاجة ومعرفش أقولها فعلا إيه الحاجات متعبة والناس اللي بتعمل فيها كده مش عايزة تهدى غير لما يتقضى عليها نهائي وقالت أنا زهد وفكرة أن حد بيأزيني بتبقى صعب قوي عايز أقرأ صورة البقرة كل يوم وعايز أعمل أسجار الصباح والمساء وبدأ يا ربنا أنه يبعد عني السحر والحسد لأنه صعب جدا أنا لما بصلي بنهار من الدموع وقرأت لشيوخ بيقولوا أني دا من علامات الحسد وأكدت ريهام أنها تعلم جيدا من وراء هذا السحر وقالت عندي زميلة عايزة تدمرني وبتشتغل من تحت لتحت والأزية أخرتها مش حلوة وكلها يرجع ودعت ريهام متابعيها لقراءة صورة البقرة يوميا للتخلص من السحر صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأكثر للسينما الأفريقية بأن اللجنة العليا للمهرجان قررت بالإجماع منح الفنان الكبير حسين فاهمي تكريم إنجاز العمر لما قدمه من عطاء وأعمال متنوعة في رحلته الطويلة بالسينما المصرية والتي بدأت بعد انتهاءه من دراسته بالمعهد العالي للسينما المصرية والتي بدأت بعد انتهاءه من دراسته بالمعهد العالي للسينما قسم تمثيل عام 1963 وكذلك دراسته الإخراج السينمائي بالولايات المتحدة الأمريكية حيث قدم ما يزيد عن 125 فيلما وعمل معه كبار المخرجين وحققت أفلامه نجاحا جماهريا وتجاريا كبيرا وحصل خلالها على الكثير من الجوائز والتكريمات داخليا وخارجيا كما ترقص مجلس إدارة مهرجان الكاهرة السينمائي الدولي لفترة مؤكدة ان المهرجان سيصدر كتابا عن النجم حسين فامي ومشواره يكتب النوقد السينمائي أحمد شوقي فجرت الفنانة ياسمين صبري مفاجأة حينما أكدت انها بدأت تصدق نفسها انها ليست موهوبة كما يقال عنها مشيرة إلى ان هذا الامر أصبح لا شعرية لديها ولم تسعى لتغييره لأنها تعتقد ان الجمهور بيتابعها في كل الأحوال وأضافت في تصريحات صحفية انها دائما ما تبحث عن النص الجيد لأنها تمتلك موهبة لا يمكن الاستهانة بها مشيرة إلى انها فنانة موهوبة ولكن الذي يعيقها هو انها لم تجد النص الجيد وهذا الامر هو الذي منعها عن التمثيل في العام الماضي وقالت انها ستعود للتمثيل في رمضان المقبل لأن المسلسلات في رمضان مثل دوري أبطال أوروبا بتجذب عدد كبير من المشاهدين في الشرق الأوسط وعن مشكلة النص قالت انها ستقوم بكتابته وعن سبب كتابة ياسمين صبر النص لنفسها قالت هناك مشكلة حقيقية في إيجاد نصوص فنية جيدة وهذا ما دفعني إلى كتابة قصة من حياتنا الواقعية غنية بالأحداث الحقيقية التي يمكن أن نتعرض لها جميعا فالنص من العوامل الأساسية لنجاح أي فيلم أو مسلسل لذلك اتخذت قراري بعدم المشاركة في أي عمل فني لا يعتمد على قصة مميزة وأعمل على تأليف وكتابة النص مع مجموعة من الكتاب من زوميو ويمكنني القول أنني مؤلفة القصة أعلن الفنان الكبير محمد صبحي في المؤتمر الصحف الذي عقد بعد العرض الخاص لمسرحية نجوم الظهر عن تعونه مع الفنانة إلهام شاهين في عمل مسرحي جديد وشوق محمد صبحي الجمهور لهذا العرض حيث وصف إلهام شاهين بالمحاربة بسبب تصريحتها وجرقتها في الدفاع عن آرقها عودة إلهام شاهين إلى المسرح من جديد تأتي بعد غياب دام لأكثر من عشرين عام منسو ظهورها مع الفنان الراحل سمير غانم في مسرحية بهلول في اسطنبول وقال محمد صبحي أن إلهام شاهين هي الوحيدة بين فنانات جلها التي تتمتع بالقدرة والجرأة على العودة إلى المسرح مؤكدا أنها محاربة قوية ولها تاريخ فني عريق لكنه رفض الحديث باستفادة عن العمل قائلا لم أعتدي الحديث عن عمل لا يزال في فترة التحضير ولكن سعيد بعودة إلهام شاهين إلى المسرح من جديد يذكر أن إلهام شاهين لها تجربة مسرحية وحيدة حين شاركت الفنان الراحل سمير غانم مسرحية بهلول في اسطنبول والتي عرضت في مطلع الألفية السهلسة لكنها لم تكرر العمل في المسرح رغم نجحها فيه أرجعت الفنانة هالة صدقي قلة أعمالها وغيابها عن الساحة الفنية مؤخرا إلى ضعف الأعمال المعروضة عليها مشيرة إلى أنها بترفض الدخول في أعمال فنية من أجل التواجد فقط وأكدت أنها اعتذرت عن أعمال كثيرة عرضت عليها لأنها كانت ستؤثر بشكل سلبي على مسيرتها الحافلة بالأعمال الناجحة قائلة كل شخص له طريق التفكير وأنا أفضل البقاء بدون عمل للمحافظة على اسمي فأنا لست مستعدة للنزول عن مستوى الأعمال اللي قدمتها وما يهمني أن يوضع اسمي في أعمال طريق بتاريخ الفني وكشفت عن اعتذارها عن تقديم مسلسلات العشر حلقات لأنها غير مقتنعة بهذه النوعية من الدراما موضحة أن مستوى الفن في السابق كان أكثر تأثيرا بسبب قوة المحتوى ووجود كتاب ومؤلفين كبار يمتلكون فكرة وثقافة كبيرة بعكس هذه الأيام التي تكون فيها الأعمال الجيدة قليلة للغاية بشكل يفرد الكثير من التحديات على مهنة الفن والعاملين فيها بعد تعرضها لانتقادات حدة بعد ما كشفت عرق بتها في التبرع بأعضاءها بعد وفاتها ردت الفنانة إلهام شاهين على كل ذلك وأكدت عبر حسابها الخاصة على فيسبوك أنها استشارت شيوخا وأطباء في الأمر وتوصلت إلى أنه أمر مقبول وإنساني ونشرت إلهام قائلة أرائي لخير مصر وشعبها المحترم وخير الإنسانية عموما ولان ألتفت للأرائي الغبية التي هي ضد العلم وضد الدين وأكدت إنها استعانت بشيوخ حتى تتبرع بأعضاءها بعد الوفاة مؤكدة كل أرائي الشيوخ أن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة صدقة جارية وقانون التبرع بالأعضاء وزراعتها معمول به في كل دول العالم المتحضرة ولن تكون مصر أقل تحضرا منهم واختتمت حديثها قائلة ربنا خلق العلم والطب لحماية الإنسان من الألم والذي يحارب هذه الفكرة أو يزخر منها ربما يحتاج في يوم إليها فيعرف إيمتها ربنا يعطي الصحة للجميع ويشفي كل مريض يذكر إن إلهام شاهين قد كشفت عن إن فكرة التبرع بأعضاءها بعد الوفاة تراودها منذ أكثر من 12 عام لافتة إلى إن وزارة الصحة يجب أن توضع آلية للتبرع بالأعضاء لمن يرغب في ذلك وأشارت إلى إن مبادرة الدكتور خالد منتصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة شجعتها على إعلان وصيتها للتبرع بأعضاءها للمحتاجين منوها بأن علماء الدين أجهزوا التبرع بالأعضاء السليمة بعد الوفاة لمن يحدك